موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشكو الصحافة والذي نصلط الضوء فيه على أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية ونبدأ الجولة من موقع نيوز يمن نقرأ فيه وفد الحكومة يقدم رؤيته حول تسلسل محاور وأجندة المشاورات عنوان الموقع أيضا سفينة عسكرية ألمانية تنقذ 92 شخصا في خليج عدن إلى محافظة حضرموت الحكومة تعلن تطهير المكلة من مسلح تنظيم القاعدة ومن العنوين التي جاء التفاصيل حيث ركز الموقع على إجبار الميليشيا لعشرات الأسر على ترك منازلهم في المخى ونقرأ في هذا الخبر أجبرت ميليشيا الحوثي في مدرية المخى في تاع السكان أهالي قرية الهليبي الواقعة قرب المحطة البخارية على مغادرة منازلهم قصرا وحولوا القرية إلى ثكنة عسكرية وبحسب شهود عيان أهالي القرية نزحوا إلى منطقة العسلة التي تبعد عشر كيلو مترات تقريبا عن منطقتهم الأصلية وشهد النازحون وهم يفترشون الأرض تحت الأشجار ووفقا للمصادر عدد الأسرى النازحة بلغت 96 أسر جلهم من الطبق الفقير الذين يعملون بالأجر اليومي ويتابع الموقع ناشد مهتمون بالشأن الإنساني المنظمات الحقوقية والإغاثية التي تقوم بالتوثيق مثل هذه الجرائم سرعة تسير إغاثة عاجلة لنجدة المنكبين في المخى والذين أجبروا على ترك منازلهم قصرا نتحول إلى موقع التغيير نت نطالع فيه آخر التطورات اختتام جلسة المشاورات اليمنية في الكويت وبحث انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح في الشأن الإغاثي منظمة الرحمة العالمية وأطباء حول العالم التركية يقدمون أول قافلة غذائية لإغاثة أطفال محافظة تعز في عنوان آخر قرارات بالمنطقة العسكرية الرابعة تقضي بتعيين 11 ضابطا في مناصب عسكرية وركز الموقع أيضا على تصريحات المتحدث باسم الميليشيا محمد عبد السلام وعن تسلمه أسرى جدد من السعودية يقول الخبر أعلن الناطق باسم الحثيين محمد عبد السلام عن إفراج السعودية لعدد من الأسرى الحثيين وهي الدفعة الرابعة قال محمد عبد السلام في منشور كتبه على صفحته في الفيسبوك وفق التفاهمات القائمة مع الطرف السعودي تسلمنا اليوم أربعين شخصا عشرون منهم ممن أسروا في الجبهات الداخلية وعشرون تم أسرهم على قضايا أخرى حلب وتعز تحت هذا العنوان كتب درهم الصلاحي مقالا في موقع التغيير نت تحدث فيه عن هاتين المدينتين وما ألحقت بهما الحرب من خراب ودمار ويقول الكاتب على خارطة ألم التاريخ وقد جار الألم بهما وقد تغيرت ملامح كل منهما وأصبحت كشيء يكابر في الحياة يصمد رغم كل صنوف الهول وكل غياه بالظلام الذي جثى على صدر المدينتين العتيقتين كلاهما عبق من حضارة وأنشودة الإنسانية التي تهت ألحانها بين أزيقة حواريها وضعت أجمل توزيعاتها بين ركام الحرب هناك التقيتا لتبث كل منهما شكواها وقد خذلتا جميعا وعبثت طغاة بجماليات المدينتين التي صاغها الإنسان عبر العصور قلعة حلب وقلعة القاهرة كلتا هما رمز المدينتين وحصن كل منهما أصبحت منكسة الرؤوس مضمية الأوجان مخضبة بدماء الحلبيين كما هي القاهرة في تعز الحميدية فيها والضباب في تعز لم تعد تحمد أحدا سوى أبطالها أعزاز التي تبحث عن العز المفقود في قلوب العرب وما وجدته إلا في أبنائها والتل وعفرين وعين العرب التي أوخزها العرب بخذلانهم لم يعد يشرفها أن تكون للعربي عي اليوم الإنسانية في اختبار هناك وإن كنا نعلم أنها تغفل حين يكون الأمر يتعلق بالمدينتين حلب وتعز أيقونة عز على مدى الأزمان والنصر حليف لمدينتي الأكابر إلى موقع الموقع نستعرض أبرز العنوين وآخر الأخبار ولد الشيخ يقول مشاورات الكويت ستعمل على وضع إطار شامل للحل السياسي وفي سياق متصل وفد الحكومة في الكويت يقدم رؤيته لإنهاء الحرب ويجدد تمسكه بتنفيذ القرار الأممي 22-16 وذكر الموقع أيضا مجلس مقاومة صنعاء يطالب الحكومة ووفدها التفاوضي بعدم التعاطي مع أي إجراءات خارج القرار 22-16 وتناول الموقع التحركات الأخيرة للميليشيا في محافظة الجوف ويقول الموقع في التفاصيل أكد شهد عيان بمحافظة الجوف أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تواصل حشد المئات من مقاتليها في منطقة برط شمال غرب الجوف وأفادوا في سياق تصريحهم للموقع أن الحوثيين يقومون بتسليح أتباعهم تمهيدا لإرسالهم لجبهات الجوف في ظل توقيع جميع الأطراف على مبادرة لوقف إطلاق النار وفي ذات السياق قالت مصادر محلية للموقع إن ميليشيا الحوثي والمخلوع شندت هجوما مكثفا على مواقع الجيش في مدرية الغيل تواصلا لخرقاتهم المستمرة في جميع جبهات الجوف وذكر مصدر في الجيش الوطني للموقع هجوم الحوثيين على الغيل هو من أعنف الهجمات التي يشنها الحوثي مستخدما فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والعيارات المتنوعة نذهب إلى موقع مصدر أونلاين نتناول فيه آخر التطورات العسكرية والسياسية ولد الشيخ يقول إنه بصدد دراسة لمقترحات طرفي مشاورات الكويت لبناء تصور شامل للحل ونقل الموقع عن مصدر في مشاورات الكويت الرؤية التي قدمها الإنقلابيون أعادتنا إلى ما قبل جنيف اثنين إلى جنوب البلاد المقاومة تصد هجوما للحوثيين في كارش بمحافظة لحج ومن تعز نقرأ تفاصيل قصف الذي تعرضت له المدينة ويقول الموقع قالت مصادر ميدانية في مدينة تعز إن الميليشيا الحوثي وصالح قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء الدمغة وثعبات وقرى جبل صبر شرق المدينة وقال سكان لمصدر أونلاين إن قذائف مدفعية سقطت على أحياء عقاقة وشارع الثلاثين ومحيط السجن المركزي غرب المدينة وأسفرت إحدى القذائف في جبل صبر عن إصابة امرأتين بجروح مختلفة إلى ذلك كشف محافظ تاعز علي المعمر عن تشكيل لجنة تابعة لوزارة الصحة مهمتها النزول إلى المستشفيات منتصف الأسبوع الجاري للالتقاء بجرحة الجيش والمقاومة ولرفع التقارير والبيانات الخاصة بالجرحة الذين يحتاجون إلى السفر بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة نتحول إلى موقع يمن مونيتر جاء في ولد الشيخ يقول قطعنا شوطا كبيرا ولا طلعات جوية خلال خمسة أيام والفريقان أكد الالتزام بالقرار رقم 22-16 نقل الموقع أيضا عن مصادر يمنية في مشاورات الكويت وفد صالح منزعج من لقاءات شركائه الحوثيين مع صفراء الخليج ويتابع الموقع في العنوين وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يعد هجوم الحوثيين على لواء العمال قشمالية صنعاء نسفا لمشاورات الكويت واهتم الموقع أيضا بخبر اعتراض الكويت لوفد إيراني حضر لمساعدة الميليشيا في المشاورات ويقول الموقع كشفت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد عن مصادر داخل وفد الحكومة الشرعية المفاوض في الكويت أن سلطات الأمن الكويتية اعترضت وفدا وفدا إيرانيا أرسلته سفارة طهران في الكويت لمساعدة وفد الحوثيين في المحادثات الجارية وقال المصدر إن عددا من المستشارين الإيرانيين كانوا متواجدين على مقربة من المكان الذي تدور فيه المفاوضات وكان عدد من أعضاء الوفد الحوثي يترددون عليهم في أوقات متقاربة ويطلعونهم على سير المفاوضات والمشاورات مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ويتلقون منهم التعليمات والتوجيهات أضاف المصدر إن الإيرانيين كانوا يحرضون الحوثيين على إبداء أكبر قدر من التصلب سعيا إلى إفشال المفاوضات وأن الوفد الحكومي رصد هذه التحركات وأبلغ بها ولد الشيخ وقدم اعتراضه على ذلك ما دفع الأخير إلى الطلب من السلطات الكويتية عدم السماح بوجود أي أشخاص غير أعضاء الوفدين ومستشاريهم المعتمدين في محيط قصر بيان أود أن أشارك اليوم باعتباره آخر يوم لي كسفير تركيا في اليمن بعض عبارات الوداع مع أصدقاء اليمنيين وغيرهم من الذين كان من دواعي سرور التعرف عليهم والعمل معهم في آخر أربع سنوات ونصف هكذا بدأ السفير تركيا السابق لدى اليمن فضل تشومن مقاله والذي كتبه عن رحلته المهنية في اليمن ويقول سعادة السفير سوف أظل معتزا بالثلاث سنوات ونصف التي قضيتهم في صنعاء ليس فقط بسبب التجربة المهنية المذهلة الأفضل على الإطلاق بل لكونها تجربة شخصية فريدة من نوعها في العلاقات الإنسانية لقد استمتعت ببناء روابط صادقة وحقيقية مع أشقاء وشقيقات يمنيين من جميع المناطق والخلفية الذين لم يتوقفوا يوما عن إدهاش بمثابرتهم وصدقهم وعمقهم وحكمتهم لماذا بحق السماة تعاني اليمن كل هذا العناء إذا كان اليمنيون يتمتعون بهذه الخصال الحميدة لقد أبقاني هذا السؤال مجغولا وأنا أحاول فهم وتحليل هذا المجتمع والثقافة المعقدة عندما وطئت قدمي الصنعاء في 14 نوفمبر 2011 كان اليمن في بداية فترة انتقالية باركها المجتمع الدولي كمثال يحتذا به وقد كان الأمر كذلك بالفعل وكنا جميعا متحمسين لكون اليمن لديها فرصة حقيقية لتتحول سلميا إلى دولة أكثر ديمقراطية وأكثر انتظاما تحت سلطة الحكومة ولكن اتضح بعد ذلك أن الجميع لم يكن متحمسا بشكل إيجابي كنا نعرف أنه سيكون هناك تحركات مضادة لتعطيل المرحلة الانتقالية لكننا لم نكن نعتقد أبدا أن المؤامرة ستصل إلى هذا المستوى الذي شهدناه وعشناه في أوائل 2014 كمؤامرة مدبرة ومحبوكة جيدا إن مدبري ولاعبي هذه المؤامرة بكل مراحلها والتي جعلت اليمن في العامين الأخيرين في مهب الحرب الأهلية والعمليات العسكرية الخارجية والدمار والمجاعة والموت معروفون جيدا بالنسبة لي وكذلك لمعظم اليمنيين لكن علينا أن نكتم هذا حتى يحين الوقت المناسب ليدرك جميع اليمنيين ذلك وعلينا التحلي بالصبر حتى يصبح كل شيء واضحا كالشمس للعالم وللرأي العام اليمني وأنا أكتب رسالة الوداعي هذه لدي مشاعر مختلطة فأنا مرتاح لأني سأعود إلى أنقرة مسقط رأسي بعد سنوات المغامرة ولكن سأكون بالتأكيد أكثر سعادة إذا كنت في اليمن وأودعها من هناك إن طبيعة هذه المهمة غير المكتملة والتي كانت منوطة في العامين الأخيرين تشعرني بعدم الارتياح لطريقة هذه المغادرة ولكن في لحظة ما علينا أن نترك الأمور للحياة لتدبرها بطريقتها الخاصة ختام هذه الجولة من الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت ورد فيه الإنقلابيون يماطلون الدخول مشاورات حول النقاط الخمس جاء في الموقع وفد الحكومة في مشاورات الكويت يقدم رؤيتها لإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية نقل الموقع أيضا عن تقرير ميدني الميليشيا الإنقلابية ترتكب 196 خرقا للهنى في يوم واحد وركز الموقع على تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس المقاومة لصنعاء وجاء فيه عقد المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء لقاءه الدوري بحضور رئيس وأعضاء المجلس مستعرضا الوضع الميدني في الجبهات كما وقف المجلس على مستجدات مباحثات الكويت وأبد استنكاره للمواقف المتراخية للمجتمع الدولي المتغاضي عن اختراقات ميليشيا الحوثي والمخلوع للهدنة وبشكل مستمر طالب مجلس المقاومة المجتمع الدولي بموقف أكثر وضوحا حيال تلك الميليشيات مشككا في جديتها بالتعاطي الإيجابي مع أية خطوات سلمية مؤكدا أن الميليشيا لا تفهم إلا لغة القوة وأبد استعداده وجهزيته الكاملة للتعامل العسكري مع الميليشيا كما طالب المجلس الرئيس هادي والحكومة والوفد المفاوض بعدم التعاطي مع أية إجراءات أو مناقشات خارج إطار القرار الدولي 22-16 محملا الميليشيا المسئولية الكاملة عن انهيار الهدنة في حال استمرت في خروقاتها مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال تلك الخروقات المستمرة مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمطالعة الصحافة العربية في أعدادها اليوم ابقوا معنا مستمرون معكم في كسك الصحافة المشاهدين نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها البداية من صحيفة الجريدة الكويتية عنونت في إحدى صفحاتها وقالت مفاوضات اليمن المشترك يطرح رؤيته للحال ويدعو إلى حكومة وحدة تقود المرحلة الانتقالية تنقل الصحيفة عن وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر يمني قوله مباحثات السلام لم تصل إلى حلول عملية وأضاف المصدر حتى الآن وبعد انتهاء جلسة المفاوضات المباشرة ما زال الخلاف سيد الموقف فالرؤيتان مختلفتان وليس هناك تقارب فالوفد الحكومي رفض جملة وتفصيلا إضافة اتفاق السلم والشراكة كمرجعية والحثيون وصالح يريدون الحديث في الشأن السياسي قبل تسليم السلاح وأشار المصدر أن الأمل يبقى معلقا في تقديم الأطراف تنازلات في الأيام المقبلة للوصول إلى السلام مؤكدا أن رؤية الوفد المشترك تضمنت القضايا السياسية والأمنية والحصار ومتعلقاته بالإضافة إلى المرحلة الانتقالية الثانية وطلب الحوثيون في الرؤية بسلطة توافقية لإدارة شؤون الدولة تقوم بمهام المرحلة الانتقالية وتقول الصحيفة اليمن يعيش أوضاعا إنسانية صعبة فقم من خطورتها حظر السفر منه وإليه عبر مطار صنعاء الدولي إلى صحيفة الرأي الكويتية تابعت المفاوضات اليمنية وقالت إنه في اليوم العاشر للمفاوضات اليمنية في الكويت لم تنجح الأطراف المشاركة بعد في التوصل إلى صيغة توافقية على جدول الأعمال بما يماهد لانطلاق محادثات السلام فعليا نحو إنهاء الأزمة في اليمن رغم إعلان المبعوث الدولي إسماعيل ود الشيخ أحمد أن جلسة المشاورات المشتركة أمس كانت إيجابية ومثمرة وقالت الرأي ناقش المتفاوضون خلال جلسة المشاورات الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور الأساسية عفوا السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة وكشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات للرأي إن رؤية الوفد الحكومي التي قدمها طالبت بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرة الجيش والأمن والوزرات والمنافذ مع تأمين الخروج الآمن للمسلحين إلى مناطقهم بعد تسليم سلاحهم إضافة لحظر وجود أو إنشاء أي قوات غير نظامية أو أي جماعة مسلحة غير شرعية في كل أنحاء البلاد وبينت المصادر أن المذكرة الحكومية احتوت على تصورها لآلية تنفيذ بهذه الإجراءات وفق قرار مجلس الأمن 22-16 عبر تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي ومن ذوي الخبرة للإشراف على عمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة بمشاركة مراقبين دوليين أمميين وعرب أضافت مهمة هذه اللجنة ستكون الإشراف على الانسحاب من العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن وتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة للأسلحة والمعدات المنهوبة من الجيش الإرهاب خلفية بارزة للصراع في اليمن تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقالاً ونشره في صحيفة العرب الجديد ويقول وسام كان الجيش اليمني في منتصف العام 2014 يطهر آخر أوكار المتطرفين في محافظة شبوة الجنوبية في عمليات عسكرية واسعة تحمس لها أغلب اليمنيين بل وعدوها الحرب الوطنية الوحيدة التي يخوضها الجيش منذ تأسيسه وكاد الجيش اليمني أن يحقق انتصاره النهائي على تلك الجماعات بقيادة اللواء محمود الصبيحي الذي كان حينها قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة غير أن جماعة الحوثي بادرت إلى إشعال حرب أخرى في محافظة عمران الشمالية مع اللواء 310 متهمين قائده حميد القشيبي بأنه متمرد على الدولة في وقت لاحق سيفهم الجميع وقد توقفت الحرب الرسمية على الجماعة المتطرفة أن جماعة الحوثي ومن خلفها صالح لا يريدون التفريط بالمنجم الذي سيستثمرونه في الأيام المقبلة وسيكون خير وسيلة لتحقيق الهدف الأكبر المتمثل بالحصول على السلطة تظهر الحرب الأخيرة التي بدأتها قوات التحالف ضد المتطرفين في محافظة حضر موت حجم الفزع الذي ترأى على مقربين من دائرة سلطة الأمر الواقع تحالف الحوثي وصالح فتارة ترهم يفسرون اختفاء مجميع كبيرة من تلك الجماعات التي فضلت عدم المواجهة أنها في الأصل جماعات تتبع الشرعية ودول التحالف وهم الذين لم يتدخروا جهدا في سبيل إقناع اليمنيين أن القاعدة في اليمن حقيقة ماثلة حينها كان تحالف الحوثي والصالح يتباه بأنه الوحيد من يستطيع شن هذه الحرب وأن الغرب لا يزال في صفهم حتى الآن لهذا السبب أما أولئك المقربون من سلطة الأمر الواقع والذين أصبحت لديهم رؤية جديدة للإرهاب في اليمن ستجدهم تارة أخرى يعبرون عن غضبهم من استمرار العمليات العسكرية في الوقت الذي توجد هدنة ومفاوضات جارية كان الإرهاب بالنسبة لهؤلاء المعضلة الكونية والتي تبرر الحرب وجرائمها وأثارها المأساوية وفجأة سيصبح موقفهم هذا الذي نتابعه ويحمل هذا القدر الهائل من التناقضات والغرابة إلى صحيفة عقاض السعودية والتي نقلت عن محافظ حضر موت قوله التنسيق مع التحالف قضى على الإرهاب وقال أحمد سعيد بن بريك لعقاض نحن والتحالف العربي نعمل على جمع معلومات مكثفة عن التنظيمات الإرهابية التي استوطنت ساحل حضر موت بسبب الظروف السياسية والأمنية التي شهدتها ولا تزال تشهدها كثير من المدن اليمنية وأضاف تم القضاء على المجميع الإرهابية المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش والتي هربت جميعها نحو الجهة الشمالية بعد نجاح الجيش اليمني وقوات التحالف وأبناء حضر موت في تطهير جميع مدن وقرى الإقليم خصوصا المكلة وأفاد المحافظ كافة المدريات والمراكز وضواحيها تشهد استقرارا أمنيا لم تشهده طوال الفترة الماضية ولفت إلى إلى مداهمة خمسة مواقع للإرهابيين في محافظة المكلة وثلاثة في غيلبا وزير واثنين في محافظة في مدرية الشحر ما أسفر عن قتل وأسر العديد من العناصر الإرهابية إلى صحيفة الخليج تابعت تحركات قوات الميليشيا في ظل الهدنة وعنونة هذه الصحيفة إحبطوا محاولة للإنقلابيين للسيطرة على حرض وميدي تقول الصحيفة أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة لمليشيا الحوثي والصالح لاستعادة السيطرة على مواقع محررة في منطقة حرض الحدودية وأكد العقيد مجاهد أحمد السحولي أحد القيادات الميدانية للجيش الوطني في جبهة حرض أن قوات الجيش بدعم من قوات التحالف العربي أحبطت محاولات للحوثيين وقوات صالح لاستعادة السيطرة على مواقع محررة في منطقة حرض مشيرا إلى أن الإنقلابيين بادروا بقصف مواقع الجيش الوطني في حرض الحدودية في خرق جديد للهدنة وحاولوا التقدم مجددا في اتجاه منطقة ميدي الاستراتيجية بهدف استعادة السيطرة على ميناء ميدي قبيل أن تتصد لهم قوات الجيش والمقاومة الشعبية عنوان آخر في ذات الشأن خروق في أكثر من منطقة فشل محاولات حوثية لاستغلال الهدنة في تعز تنقل الصحيفة عن العقيد عبد السلام أحمد ناجي المصباحي أحد القيادات العسكرية في اللواء 35 مدرع الموالي للشرعية في تعز أن الحوثيين وقوات المخلوع صالح فشلوا في استعادة السيطرة على المطار القديم غربي تعز ومقر اللواء 35 مدرع إلى صحيفة البيان عنوانت في موضوعها عن التنظيمات الإرهابية صالح استخدم الإرهابيين في ابتزاز المنطقة والغرب قطع شريان تمويل القاعدة تقول الميان في إبريل في عام 2015 سقطت مدينة المكلة في يد تنظيم القاعدة وبات مسلحه يتحكمون في كل موارد المدينة ومينائها وعمدت القاعدة إلى تشكيل مجلس أهلي لإدارة الأمور هناك غير أن المتابعين يرون أن القاعدة هو من كان يدير المكلة فعليا تحت غطاء المجلس الأهلي تضيف الصحيفة الإماراتية سيطر مسلح التنظيم على الموارد المالية والبنوك وبدأوا بفرض ضرائب مالية على مرور شاحنات المواد النفطية والسيارات المهربة القادمة من عدة دول عبر البحر وكدست أموال طائلة من واردات المدينة الساحلية والإستراتيجية وتقول الصحيفة إنه حتى يتمكن التنظيم من ذلك فقد جند المئات من المرتزقة للقيام بتحصيل الإتاوات وجنى من وراء ذلك أموال طائلة لكنه فقدها في غضون ساعات وتقول المعلومات التي حاصلت عليها البيان من مصادر خاصة إن التحالف العربي أقام معسكرات تدريبية في صحراء محافظة المهرة شرقية اليمن تخرج منها آلاف الجنود اليمنيون الموالون للشرعية وهؤلاء كانوا هم رأس الحربة في معركة تحرير المكلة مشاهدين الكرام نختم جولة الصحافة اليمنية الآن بمجموعة عفا كشك الصحافة نختمه بمجموعة من رسوم الكاريكاتير ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة